طيب حتة حتة بقى الشيف طارق هسألك على الحاجات اللي مش فهماها ايه الورد الابيض اللي قدامك ده هناك ده هنا دي جبنة جبنة دي حاجة احنا متخصصين فيها بسوريا ناولني يا سامر والنبي ستورك نقل لها جبنة شلل يعني جبنة مشللة مشللة اه مشللة اللي هي عاملة زيدي هتصدى ان انا دي اول مرة شوفها مع ان انا يعني قريبة من نوك وكله دي بتتاكل كده اه مع العيش وكده ده عيش مين احنا بتوعيش هعمل بتوعيش خالص اه قريبة من الحلوم بس حدقى شوية عناها اه مش كده انتوا اللي بتعملوها اه احنا نعمل دلوقتي دي الواحد يأكلها كده عادي خطها في خبز اه او بيأكلها عادي معهاش حاجة لا لا ممكن حضرتك انت مثلا احنا هي ازواء يعني ممكن انا اخسلها اروح الملحف من النار ايوه وحط لها زيت زيتون واكلها معه يعني ايه حاجة ازواء طيب دي مختلفة عن الحلوم ومختلفة عن العكوين اه بزرط صح صح طيب دي حاجة تانية اه ايه احش رح عايز اه برضو فيه نوع تاني من الجبن هلي هو ده الحلوم دي حلوم اه اه اوكي دي حلوم عارفينها احنا بناكلها مختلفة عن الحلوم بتاعكم ليه علاقة احنا ما عندناش حلوم اه احنا بناخد الحلوم صنعت ايديكو دي برضو مختلفة اه عن الحلوم الطبيعية طيب تعال نبص بصة كده قبل ما دوق كويس اوكي دي حلوم تمام الخبز اللي فيه اصفر ده ايه ده معجنات فطاير بالجبنة فطاير بالجبنة وعليه ايه من علوش اه حبة بركيو وسيمسون طيب وديه المحمرة دي محمرة اللي هي فلفل احمر فلفل مع بصومات ودبس رمان وزيت زيتون طيب ودي ايه دي زعتر فطاير اه منقشت زعتر ودي منقشت زعتر دي منقشت زعتر حبيبي يا حبيبي يا حبيبي على منقشت الزعتر شهرة عالمية منقشت الزعتر دي الايه في ثقافتكو ايام لامتحانات الولاد بيأكلوا ليه منقشت الزعتر اه بيأكلوا عشان بيقولوا يعني هي العادات عندنا الام بتبعت الولد عالمدرسة تعطيه سندوتش زيت وزعتر ايوه علشان الزعتر بيقولك بيفتح الدماغ ايوه بيخليه اسكى فعلا ده تراديشن يعني مستمر ومتصل نعم دي بقول لك صح اه اه بصوا عجين ولا خبز بجبنة ولا عجين عجين بجبنة فطاير فطاير بالجبنة اه اوكي طيب دي ايه دي محمرة دي محمرة بالجبنة بالجبنة محمرة بالمزرلة محمرة يعني كمان ما سبتوش البيتزا تعيش في سلام لا هاي مو بيد اه اما نعرف داخل تدايقها داخلنا فيها داخل تدايق البيتزا حضرتك صح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة